ونروح لأشياء كمان كده بتحلي حياتنا وبتحلي كده نفسيتنا لما يكون تغير المود ايه والله تغير المود خاصة لما تكوني داخلة على بيتك بعد شغل شاق ومتعب هي إضافات صغيرة لو نسويها في بيوتنا ممكن أنها تغير من ديكور البيت وتخلي أفخم وأجمل خاصة ما يكون موضوع في رخام صح طبعا كثير بنشوف يمكن بيوت بتعتمد الرخام في الديكورات وأوقات حتى أخلط بين الرخام ورق الجدران بس كثير مهم أنه نعرف فين نستخدم الرخام وبأي أماكن عشان إيش قلبيت ما يصير زحمة عنه ويسوي فخم فيقوم ويزود الرخام فممكن هذا الموضوع اللي حكلمنا فيه يدي مراد نقول لك الصباح الخير وأهلا وسهلا صباح النور كيفكم صباحا وسهلا صباحا وسهلا سمعنا عندك والله يا إيدي اشتغني لكم الله يخليك يا ربي يا إيدي إيدي وين هاني هاني مين هاني ما بنعرفه أسعالي صبحية نسوين اليوم أنا أكيد في نفسه ي ruin الجهرة ويتحيي إذا شيتب curve اليوم أستاذ إيدي خلينا أتكلم هلأ في أمور جدية ومهمة سويا نعرف الرخام عادي يعني عادي أنا داخل لديها داخل لgomكون بالطبيعي زي ما قلت ساميلتي صار في بداتك الحق المرة نشوف الرخام فوق وتحت وعى الجدران في حتى الزนور يعني متى يكون استخدام الرخام فعلا بيحلي ما بيبشع هلأ هو معترفي بنحط اكتر شيء بالارضيات هلأ صار ديريج انه ينعمل حيط بانل بالحيطان وخاصة السبتة لأسر فيه شيء اسمه ثري دي بنعمل ثري دي على الحيطان يعني بأي رسم ممكن تعامليها شرقي مودن كلاسيك صار فيك تعامل رخام على الحيطان ممكن واجهة واحدة بس مشكلة مشكلة للحيطان وفي ناس ممكن يحطوها جدار مثلا اللي يعلقوا على التيفي كان جدار طويل هل بيقطع شوية صور بتشوفوا كيف نعمل على الطريقة اذا كان شوي لحظة هون معمول على مدخل معمول الثري دي مدخل معه الخشب ها هنا مدخل معه هادا بيور مودن لحظة الحجر هو جاي ثري دي ديمانشن يعني ما تحسي انه فلات يعني مش بلاطة وحطينا على الحيطان صحيح طب هنا يمكن نجي للسؤال ايش انواع الرخام فيه يمكن احنا بنشوف الوان واشكال هو مثل ما قلت الرخام انواع واشكال وكوليتي يعني بتعرفي مصادره بيجيك من يوروب بيجيك من اغلبية يوروب اليونان ايطاليا سباين بيجيك من الهند بيجيك من باكستان بس حسب الفينيشنج تبعه يعني النوعيته بتجي بالفينيشنج تبعه اكيد ايش الاماكل غير محبس تماما انك انت تحط فيها رخام هل اكيد المطبخ نمبر وان ممنوع واكتر شي محلات عليها كتير استهلاك بتعرفي رخام اذا عليك كتير استهلاك المشي بتروح لمعيته يعني اكتر شي على المداخل من بره ما بينحاطي يعني بدك محال ما يكون في كتير عليه داعس يضل محافظ على رونة او الوينه وعلى على لمعيته اهم شي طب ايدي انت جيبنا يمكن سامبلز هنا احنا بنشوفها قدامنا فنقدر نعرف مثلا ايش الانواع ايش الفرق بينهم يعني غير اللون الاهولي كل جيبون هيدا لعزة هيدا جرانيت هيدا منه رخام هيدا جماله لجرانيت بيعطي ما بجروح جرانيت ايش الفرق بينه وبينه رخام هو حجر صخري بس جرانيت بقلوله يعني هو حجر طبيعي بس منه رخام طب هل هذا ممكن يستخدم في المطبخ بمطبخ هيدا هيدا اللي بينحاط على الطوف طبع المجلة ومشان تتقص عليه ومشان تمام تمام يجروح ما بيتجروح ايه وما بيمتص ما بيمتص شي ازا ازا وقع عليه من هيك هلو يعني هذا طب المطبخ اغلبيته بيكون غرانيت وبالوان ما بيجي بس هيك ما بيجي ازرق بيجي 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 كذلون اوكي وهذا يعني يمكن اغلب الناس اللي حتشوفها تقول ما تتوقع هذا رخام هيدا رخام هيدا بتركب على الحيطان لاحزة هنا الحيطان نتلب الصورة لاحزة هيدا معمول بهيدا الطريقة بيتجروح يعني بينقص وبيتجروح هيدا ممكن شوية تقيل عليك اوكي اوكي حلو انه في المعه هو من قريب في لمعة ايه فكتير حلو مهضوم صراحة لاحزة لاحزة كمان هيدا اللي محتوطة على الدم اوكي وهي الموجودة فيها هيدا هيدا تتركب على الحيطان هيدا 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 نفرجيها شوية اذا بديك منعلي لا 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 بيينة يا إيدي بيينة إيدي لم تقرر تعمل مخرج؟ شو الحمد يا إيدي الله أرضى عليك هان هذه مقيلة هيدي بحق هيدي سي أن سي مش سي عفوا هيدي بوتر جيت هيدي بتنرسم ومركب قطعة قطعة بقلب الرخام هي من هون في منك كزا ألوان يعني حتى الإدمانيات المحطوطين على قدام الطاولة كمان نفس الموضوع لاحظة على الصور كمان القطعين بالشارق على اليمين جميل حلو هيدا كله رخام مركب على الوتر جيت يعني بتنقص وبتتركب دغري على الرخام طيب يمكن فيه كثير ناس تتخوف تركب الرخام عشان مثلا الحر يتغير لونه فكيف نقدر احنا يعني صيانة الرخام كيف هلا هي اهمة اهمة نقطة هي تركيبه يعني اول شي بدون نعمله عازل من تحت بالماتيري المعين بينعمل عازل وبيتركب واهم شي بيجعل بنعمله عازل على الجوين بتبعه اشي سوي هذا العازل؟ العازل ما بينتصر طوبة من تحت لانه اذا انتصر طوبة من تحت بديك شي ليه وتكبيه يعني اول شي بيعمل له عازل من تحت ويجعل بنعمله العازل من فوق مشان اذا وقع له شي ما يمتص وهم شي اطرافه في منهم بيعمل له بس الوجه هو لازم نعمل كمان اطراف لو بتعرف الرخامة الاطراف اذا لحقت ومصت على الجنب كله بيمتص هذه امكان معلومات احنا نجهلها وما نعرفها هي تيجي على امانة الديزانر ايه وهي عندك سرطان الرخام اللي هو الارخام هو الحامض يعني كل شي عندك عصاير تفاح ليمون بطاطا اذا عصير البطاطا واعة او عصير البطيخ ايه اذا لحق وشربوا الارخام خلاص خلاص يخرب طيب ايش الاشياء اللي مو لازم نستخدمها يعني كتنظيف يعني في اشياء احنا زي تكلب المطبخ ماش نور تكلب السرطان يعني وقعت يعني مثلا لا يعني مثلا والله مرات ايام تكون انتي حاملة او شاي لكاسترنس كافي انا اول ما بتح في الارض على طول اجري امسح لاني بخاف انها تعلم هلأ دغرة اذا دغرة شلتية بتنعمل واذا لحقت وشربت شوي تحطيها باكينج باودر يعني تحطيها باكينج باودر يعني تحط شوي باكينج باودر دغرة تمتص هلو كم فيه العازل ما يصير شيء ما بيصير في شيء بس لازم ضروري نعمل عازل طب اديلو ايش في يعني بدائل عن الرخام يعني لو انا حابة البرنت حق الرخام بس ما بو احطها هلانديك السيراميك وعنديك البرسولان يعني هيدا المصرة في يقوم ايه اجيبها عندي بس اوكا شكرا ايه هذا بديل الرخام ايه هيدا هيدا برسولان بتعمل برنت البديكي يعني حيالا برنت من الرخام البديكيها صار في مننا على برسولان وكلفتها ولا شيء هيدا جمالة تتركب على اياس كبير يعني على متر بمتر متر عشر متر عشرين متر عشرين توقع كمان تكلفتها اقل ولا كتير بكتير بكتير بس اهم ايه ايه الفينيشينك تبعها والفينيشينك تبعها بتحسيها كأنه رخام هادا برسولان بس جمالة البورسولان ليش اغد تشترف يلا بتقولي كي مش هاجب البورسولان لانه بيكونوا قصينو على اربعين باربعين هي اذا حصتيها على لوحة كبيرة بتاعتها اتقل تحسيها انا رخامة مضبوطة طيب في بديد تاني غير البورسولان لا هنا عنديك البورسولان والسراميك والسراميك وفين الصور خلينا نشوفها وفي شي اسمو غرانيت كمين واهتمام نفس اهتمام الرخام لعني نفس الاشياء الممنوعات اللي نعملها لا يستشجأ ماذا عجبنا هذه صور التحفة لهokus اتبه شايف هيه بالرخام المجرح مع السيدة هي على طريقة هيدا المصر اللي عطيتي كيه بص على لون أبيض حلوة، صراحة اتعب للميقس لوحة حلوة بس مين يعمل الميقس؟ أنا محطر، أنا واحدة واحدة نحن نحن صح؟ يعني الديزاين اللي بيعمل لها الديزاين اللي بيعملها هو هو اللي بي وهذا شو؟ هيدا بين الأرضيات وبن لا، هيدا بس أرضيات هادي ما في سيراميك؟ أنا بوا سيراميكة لا أريد أن يأتي بسوطسانمية. هذا يجب لك كله رخام بادجت. هذي نفسه هادي لعندي. لكن لاحظة المودن وليك الفرق بالفرق بالرخام. شي فائية شي طالية. خاصة هذا حلو على الحيطان الطويل. المودن يدع انطباع السمبل بس لما يكون في هذا الرخام يدع له فرق. هنا الأرد. هنا تشوي كلاسيك. لاحظة كيف يدخلون الرخام بنوعين. عملين بوردرز وعملين ديزاين خفيف. هذا حلو على المداخل. حلو. رخام. بجمالاً الصلاة أو الصالونيات يكون كلها بلين. كله رخام هيدا. هذي فين الرخام؟ هم. فين الرخام هنا؟ أنا ما نشاهد. على الطاولة. على الطاولة وعالأرض. وعلى الأرض هذا الرخام أزرق. هذا الرخام أزرق؟ آه. هذا اسمه. مثل هذا الرخام. هذا الرخام. برافو. هذا الرخام يعتبر من أنواع مين؟ أخو مين؟ رخام أو سيراميدي؟ أخو رخام أو أولاد عمه. أو أولاد عمه، هذين لا يقرر بها. لأنه أنا ليش أيام مرات إحنا نستغل شيء ونقول والله أحلى ونقول أفضل. يعني مثل الرخام. بس يبهالك تعمل أشياء إضافية معه وديتيل. لكن مثل السيراميك أو البورسلين. أنا أحس أنه مثلا مرات غير أنه أرخص يوفر مجهودك يعني في اعتنائك له. بس تعرفي والطريقة التي تركبها فيها. يعني مثل ما أقولها إذا تركب السيراميك أو البورسلين على متر 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 أو متر وعشرين متر وعشرين بتعطي فخامة ما بتعطي أنه السيراميك. إنه السيراميك. يعني كيف إحنا نحطها بالطريقة جميلية. نحن نصر فيه بديل كثير. يعني حتى أظن ورق الجدران برضه بيدي انتباع حلو. إنه رخام بسنوية. تعطيه هو برينت بتعمل برينت البديكية. وحتى فيه بره على المداخل بره مش مفهود يكون رخام. المداخل بره لازم يكون شيء حجر طبيعي أو شيء بتعطيه لا على الحرارة ولا على عرطوبة. فلازم نهرب منه. أعطيك العافية إيدي. شكرا لك إيدي. أعطيك العافية ومنورنا. وبطل تعمل مخرج.